تعاني ماريان من الاكتئاب، ماذا يمكنها فعله؟ ماريان متعبة جداً، لا تنام جيداً ولديها عناء في النهوض كثيراً ما تستلقي على السرير، فهي تشعر بالانزعاج لا تبدو ماريان أنها تستمتع بالأكل هذه الأيام، لا تأكل كثيراً لا ترغب ماريان بفعل أي شيء فهي لا تستطيع العمل، لا تنظف البيت، لديها ألام في البطن وتعاني من الصداع لا ترى الآن العائلة أو الأصدقاء، وهي لا تخرج تقريباً أبداً لم تقن ماريان بأي شيء خلال أسبوعين رأس ماريان ممتلئ تماماً، هي تفكر كثيراً تشعر أنها لا تستطيع فعل أي شيء، وأنها تخطئ في فعل كل شيء إنها تعتقد أن لا أحد يحبها، تستطيع فقط التفكير في مشاكلها وليلاً تفكر، أنا لا أرغب في الحياة بعد الآن تعاني ماريان من الاكتئاب يعاني الكثير من الناس في العالم من الاكتئاب الاكتئاب هو داء يجعل الحياة صعبة إن كنت تعاني من الاكتئاب، فإنه أمر عادي أنك لا تستطيع النوم ولا يمكنك العمل بشكل صحيح أو أنك تعاني من صداع ومن ألام البطن أو أن رأسك ممتلئ أو أنك تبكي كثيراً في بعض الأحيان تمر دون أي مساعدة من الآخرين في بعض الأحيان تحتاج إلى مساعدة في بعض الأحيان تحدث أشياء صعبة في الحياة مثل أن تفصل من العمل أو يكون عليك ديون أو تمر في مرحلة طلاق أو وفاة أحد من أحبائك تكتسي هذه اللحظات الكثير من الأسع فيما يخص بعض الأشخاص الحزن كبير جداً يمكن أن يؤدي هذا إلى الاكتئاب في بعض الأحيان يحدث اكتئاب ببساطة لا تعلم لماذا لديك إحساس أنه لا يمكنك فعل أي شيء كل شيء أسود تتحدث ماريان إلى الطبيب عن ما تستطيع فعله لتتحسن بمفردها ترغب ماريان في الأدوية ولكن يقول لها الطبيب العام عن طرق أخرى تتساءل ماريان هل سأتحسن يوماً ما؟ يقول الطبيب نعم ينتهي هذا دائماً تقريباً بشكل جيد ولكن إنها عملية بطيئة في بعض الأحيان ستشعرين بتحسن فقط بعد ستة أشهر تتساءل ماريان ماذا يمكنني أن أفعل؟ يعطي الطبيب العام لماريان اسم ورقم هاتف شخص يمكنها الحديث إليه إن الحديث مهم معاً مع زمين للطبيب تتحدث ماريان عما ستفعله كل يوم قاموا باتفاق فيما يخص ذلك يستمرون في الحديث كل أسبوع تتحدث ماريان عما فعلته وتتحدث عن التحسن وعما تجده صعباً تمشي ماريان لفترة قصيرة كل يوم في بعض الأحيان تمشي في ضواحي حيها في أوقات أخرى تمشي وسط الغابة تنظف تقوم باستخدام المكنسة الكهربائية وتقوم بأشغال أخرى لا تجد ذلك سهلاً ولكنها تحاول أن تصبح مرة أخرى نشيطة تزور صديقتها الطيبة نورا مرة في الأسبوع وتزور أيضاً مقهى الصباح في مركز التجمع ماريان في تحسن بطيء لم تعود كأيبة بعد الآن فهي تجد متعة في القيام بأشغال مجدداً يساعد هذا ماريان للقيام ببعض الأشغال كل يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر